يا سلام عليك ويا روحي سلام عليك ويا سلام على كل الناس اللي بتصنع البسم والفرحة والإحساس بالحياة من كل صباح ويا سلام علي زول برضو بيمارس واحدة من النشاطات والرياضات في كل صباح يوم جديد بيبتدي بيها يوم ومن خلالها بيكون يوم نشيط ومليام بالحياة والحيوية والرياضة والنشاط واحدة من الفقرات اللي بنقدمها في صباح الشروق هي صالة جيم وصالة جيم بتدينا مساحة إنو إحنا نعرف نوع من الرياضات المهمة اللي ممكن نترياض بيها في حياتنا أو خلال يومنا لازم يكون في مساحة لصالة جيم صالة جيم ما بالضروري إنها هي تكون في الصالة الرياضية ممكن تكون في البيت ممكن تكون في الشغل ممكن تكون أثناء ما إنت ماشي الماشي ممكن يكون هو واحدة من الرياضات اللي ما بتحتاج لصالة جيم وصالة جيم انت بتصنعها بنفسك ويومك من خلال عشرة دقائق في اليوم بتقدر من خلالها تتريد وتمارس نوع من أنواع الرياضات اللي ممكن تتعود عليها بعد كده وتبقى هي راتبة في حياتك خلونا شوفها الرياضة الليلة شنوك وخلي زالت بناها وتبقى 10 دقايق في حياته صالة جيد اليوم حنتكلم إن شاء الله عن تمرين عضلة الأرجل اللي هي عضلة مهمة جداً في جسم الإنسان وتمرينها بيحفز الهرمون بتاعت السيسترون على نمو العضلات وعلى قوتك البدنية وكذا فهي بتتكون من عدة زي ما بقوله هي عضلة كبيرة جداً في جسم الإنسان بتتكون من عضلة رضاعية الأمامية والعضلة الثلاثية الخلفية وعندك عضلة الكالف في عضلات العضلة الضامة والعضلة الوحشية بالنسبة للأرجل فكلها عندها تمرين إن شاء الله أولاً بالنسبة للزول المبتدي دائماً بيبدأ بوزن جسمه كذلك الزول اللي عنده يصابه مثلاً في المفاصل أو في السيستر الفغرية فبيتطلب إنه يعني يتمرن التمرين ده برعاية شوية خاصة لأنه ممكن تأدي إلى إصابة أكبر فلازم تكون تحت شراف مدرب يتابع معاك نفس التمرين اللي هو ينفرط تتمرنه أما بالنسبة للزول السليم فبيبدأ دائماً عدد الجولات بيكون أربع جولات ما بين أربعة لثلاثة بالنسبة لمسلاً تمرين الخرفصاء اللي هو الأسكوات فبيتكون الجولة من 12 ل 8 عدات حسب زيادة أوزانك يعني في التمرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة